وللمزيد من التفاصيل معنا من الرياضة زميل عبد المحسن الحربي مراسل العربية أهلا بك عبد المحسن تابعنا قبل قليل في المؤتمر الصحفي تصريحات مهمة في البداية مع المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي وفي الختام الدكتور عادل الهارف نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الدواء في الهيئة العامة للغذاء والدواء فنقف معك على أبرز ما دار في المؤتمر الصحفي هذا اليوم نعم محمد بالفعل هذا المؤتمر الصحفي الأول بعد الإعلان عن التسجيل المشروط للقاح فايزر بيونتك عند يوم الخميس هذا اللقاح اتخذ أو أخذ 17 يوما منذ تسجيله من الشركة الأمريكية الألمانية التي تقدمت بطلب تسجيل اللقاح في السعودية تم تقديم هذا الطلب عند الـ 24 من نوفمبر الماضي وتم اعتماد هذا اللقاح بموافقة مشروطة عند العاشر من مارس 17 يوم استغرقت هذه العملية عمليات الدراسات من قبل هيئة الغذاء والدواء في الحديث عن هذا أبرز المعلومات التي تم الحديث عنها في هذا المؤتمر يتم الحديث عن إعطاء هذا اللقاح ولكن قبل الحديث عن كيفية إعطاء هذا اللقاح والمراكز التي يتم إعدادها للمواطنين والمقيمين لإعطائهم تم الحديث خلال هذا المؤتمر عن طمأة للناس عن هذا اللقاح الذي تم تسجيله كان هناك في الشارع السعودي بشكل عام حديث عن الأعراض الجانبية لهذا اللقاح وما إذا كان هناك شروط إجبارية لكل المواطنين لأخذه أم لا كل هذه الأسئلة ربما جاوب عليها المتحدثون هنا المتحدثين في المؤتمر الصحفي ولكن الأهم من ذلك محمد أن يتم الحديث عن متى سيصل هذا اللقاح كل الأحديث خلال الأيام الماضية من قبل وزارة الصحة تحدث عن أيام قليلة حتى يصل هذا اللقاح ربما أقل من عشرة أيام ويصل هذا اللقاح إلى السعودية بحسب هذه الأحداث ولكن ما هي الكمية التي من خلالها العدد الذي سيصل هذا عدد اللقاحات التي ستصل نعلم أن هذا اللقاح الأمريكي الألماني فايزر هناك المدير التنفيذي لشركة بيونتك تحدث على شاشة العربية قبل أسابيع أنه سيتم إنتاج خمسين مليون جرعة خلال إلى نهاية السنة ما يعني أن هناك خمسين مليون جرعة سيتم توزيعها ليس فقط على الولايات المتحدة ولكن على كل دول العالم ما يحسب سعودية العونية حديث مع أيضا مسؤولين في وزارة الصحة تحدثوا بالتفصيل عن مراحل واليات توزيع هذا الدواكن هناك أيضا حديث عن الكمية لم يكن الرقم مطروحا ولكن على الأقل هناك تطمينات بأن الكمية ستكون كافية جدا تعودنا كثيرا من دكتور محمد أبي العالي أن يكون هناك تطمينات ولكن هناك حقائق ووقائع نجدد مرة أخرى الإصابات في ربما أدنى مستوى لها عند 139 إصابة 12 حالة وفاة والرقم تقريبا عدد الإصابات إجمالا في المملكة بلغ 359 أو 60 ألف إصابة إجمالا حتى الآن إذا كان المؤتمر الصحفي هو بتركيز بشكل أكبر على تطمين السعوديين والمقيمين في المملكة العربية السعودية بأن اللقاح سيصل في موعده وأن هذا اللقاح آمن وسيتم توزيعه بداية من المراكز الحكومية وبعد ذلك قد يتاح من خلال المراكز الخاصة بالفعل محمد نحن نتحدث قبل قليل عن الفترة من الآن وحتى نهاية السنة والفئة الأولى التي سيتم توزيعها ولكن كان الحديث أيضا عن الفئات خلال الأيام الماضية عن المراحل الثانية والثالثة خلال الربع الأول والثاني والثالث من السنة حديث وزارة الصحة قبل أسابيع طمأن المواطنين بشكل كبير حتى قبل الإعلان عن تسجيل لقاح فايروس بشكل رسمي قال بأن 70% من السكان السعودية المواطنين والمقيمين سيأخذوا اللقاح باختراب نهاية السنة وفي الأيام الماضية أيضا تم الحديث عن أن الربع الثالث سيأخذ الموظفين الحكوميين وكذلك القطاع الخاص وكذلك المعلمين في الربع الثالث هذا اللقاح ما سيعني أن ربما نتحدث عن شهر ثمانية تسعة سيكون اللقاح ربما بنسبة كبيرة جدا تم تغطية جميع الفئات في السعودية أبي المحسن الحربي ومتابعة للمؤتمر الصحفي للهيئة العامة للغذاء والدواء وأيضا وزارة الصحة السعودية شكرا جزيلا لك